أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إذن نشوفوا رائز أو تقويم تشخيصي للمستوى الرابع ابتدائي مادة اللغة العربية رابط التحميل أتلقاه في الوصفة إذن بالنسبة من هذا الرائز هو فرصة باش تراجعوا الدروس ديالكم ديال اللغة العربية وتساعدوا المستوى جديد وتقريباً دروس ركي تعودوا غير بطريقة أخرى يعني حاولوا تتخدموا هذا الرائز إذن الأول مجال هو القراءة نقرأ النص مزيان قراءة جيدة ونجب على الأسئلة إذن عنوان النص هو الجيل الأصابع مع هذا التطور العلمي لم يعد الإنسان يبدل الجهد الجسدي المرهق بل صارت أصابع أكثر أعداء جسمي نشاطاً وعملاً تضغط على أزرار صغيرة لتشغيل الآلات والأجهزة وبذلك صار الجيل الجديد يعرف باسم جيل الأصابع وإذا كان من حق الإنسان أن يلعب باستمار العلم فليس من مصلحتي أن يخسر صحته وحيويته لذلك يتحتموا عليه أن يمارس الرياضة إذن كما شفتوا النص كيهدر على جيل الأصابع عشنا هو الجيل الأصابع والجيل الجيل الدابة لأن أكثر حاجة اللي كيستعمل في جسم دياله دابة الأصابع باش كيحرك التليفون باش كيخدم في البسي باش كي يعني مثلا كيخدم الأجهزة اللي في الداب يعني هنايا ولكن يخدم إيده بزاف إذن مع هنايا ولكن قال لك يعني نستغلوا العلم ولكن ما نضيعوا الصحة ديالنا لأنه ما كنت حركوش بزاف خاصة المرسو يجب علينا أن نمارس الرياضة إذن قررنا النص وقررنا قراءة جيدة إذن نجيب إشرح ما معنى إشرح؟ نعطي المعنى للكلمة ما كنت قل مرهيقة؟ شي حاجة مرهيقة؟ أنا مراق يعني متعب يعني مرهيق يعني متعب إذن عن كتبه متعب عنا يتحتموا يعني يلزموا يجيبوا إذن يجيبوا بجيكم بسهلة يجيبوا إذن عوضوها يجيبوا عنا أضع علامة زائد أمام ضد المناسب ما كنت قلت ضد العكس للكلمة عنا النشاط شنو العكس ديالها؟ وش الإرهاق ولا المعقد ولا الصعب؟ عكس النشاط هو الإرهاق يعني كيكون شو واحد نشيت كيقول أنا نشيت أنا نشيت يعني أنا مرهق إذن هنا يمكنك شو واحد نشيط العكس ديالها الإرهاق إذن عنا نوضعه علامة في الإرهاق يستعمل كل كلمة في جملة مفيدة الأجهزة يعني أنا مخدمه مثلا يتوفر يتوفر مثلا المنزل على أجهزة مختلفة جملة بسيطة أجهزة مختلفة عمشوا يتحتموا يتحتموا يجب يتحتم على الإنسان أن يصل أقاربه أن يصل أقاربه نعم إذن عمشوا السؤال الرابع عما يتحدث النص يتحدث النص عن الجيل أو الجيل الرابع عن الجيل أو جيل الأصابع أو الجيل هنا يمكنك القول الجيل إذن جيل أصابع إذن عملوا هنا ينحيد الألف اللام حيث عملوا الإضافة مضاف إليه إذن عملوا جيل الأصابع إذن جيل الأصابع لماذا سمي الجيل الجديد بجيل الأصابع؟ لأن أصابعه أكثر أعضاء جسمه نشاطاً يعني الحاجة اللي كيستعمل بزاف هي الأصابع باختصار بما هنا يحيط مرحلة دي المستوى الرابع نكتبو شي حاجة باختصار إذن لأن أصابعه أكثر أعضاء جسمه نشاطاً إذن عمشيه السؤال السادس كيف يحافظ المشتغل بالأزرار على صحته؟ إذن بأن يمارس الرياضة بأن يمارس الرياضة الرياضة نعم إذن سلينا المكون دي القراءة نشو مكون التركيب إن أركب جملتين مفيدتين جملة فعلية فيها فعل فاعل مثلاً إذن مثلاً يجري أحمد بسرعة يجري أحمد بسرعة نعم بالنسبة لجملة إسمية هي متتكون يعني ما فاش الفعل مبتدأ وخبر مثلاً الجو جميل الجو جميل نعم هذا علامات ترقيم علامة ترقيم هي علامة استفهام جنقات نقطة علامة تعجب إلى آخره كيفاش نعرفه هنا؟ حدث الجد أحفاده وقائلاً كيكون قائلاً قائلاً كنعمل هنا يا ماذا؟ جنقات ما أعظم العقل البشري والذي يطمح دائماً للأفضل ما أعظم تعجب من علامة تعجب وكيف سيغضو العالم بعد سنوات قليلة؟ سؤال كيف إذن علامة استفهام؟ نعم سلينا إذا نمشو إملاء الجدول عندنا الجملة الجملة الفعلية الفعل الفاعل مفضل بيه سهلة يخترع الإنسان أجهزة إذا نشوف ما كان هنايا عندنا اخترع هو الفعل بين يعني الفعل يعني درت شي حاجة الإنسان من يخترع ما كان بغن نلقى الفاعل كنسهول من يخترع بعد ما أعطيكم القوائل يعطينا الإنسان هو الفعل ماذا اخترع؟ ماذا اخترع أجهزة إذن كنسهول السؤال ماذا وكعطينا الجواب يعني هو المفعول بيه أجهزة الفاعل كي يكون مرفوع والمفعول بيه كي يكون منصوب شجع ابنه كثيرا شجع بينه الفعل يعني شجع من شجع هو إذن ضمير هنايا مستتر يعني هنايا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو إذن بالنسبة المفعول بيه ماذا شجع شجع ابنه إذن ابنه هو وممكن حيث نعمل غير ابنة قل خليتها لكم باش بلكم ابنة هو المفعول بيه ولها غير مضاف إليه إذن السؤال الرابع املأ الجدول مبينة لعناصر الجملة إسمية إذن جملة إسمية كتكون مبتدأ وخبر إذن الكتاب مفيد المبتدأ كيكون هو الأول إذن هنايا الكتاب الخبر مفيد أحمد يقرأ قصة أحمد هو المبتدأ والخبر هنا جملة فعلية اللي هي يقرأ ماذا يقرأ قصة إذن ممكن الخبر يكون مفرد يعني كلمة وحدة ممكن يكون جملة إسمية وممكن يكون جملة فعلية بحالة المثال اللي عندنا يقرأ قصة إذن هنايا يقرأ قصة هنايا هو الخبر جملة كيف هو جملة فعلية إذن نتخلو سؤال أو سؤال موالي بالنسبة للسؤال موالي أدخل الكلمة التي نبي لكم السؤال أدخل على الجملة ناسخا فعليا ثم حرفيا مع الشكل إذن تبعوا معايا مكن ندخل ناسخ إذن فعلي أشنو كيكون يعني ع الجملة الإسمية اللول كي رفعو بحال كيعمل الفعل والثاني كي نصبو في الجملة اللي يعني مكن ندخل إذن ناسخ حرفي العكس كي نصب اللول وكيسمى اسموها منظوم وكيرفع الخبر وكيسمى خبروها مرفوع إذن عنا الجهاز معطل إذن عنا الجهاز معطل إذن أنا شكلها لكم باش بليكم هنا الجهاز يعني هنا مرفوع الإسموها وبالنسبة لخبروها منصوب إذن معطل منصوب ده باشوفوا العكس في إنا عشانو نقولوا إنا الشمس يعني كي نصب الإسموها كيسمى اسموها منصوب وكيرفع الخبر وكيسمى خبروها مرفوع إذن هنا إنا الش الشمس الشمس كيف هي مشريقة مشريقة هنا خبروها مرفوع إذن عمشي للسادس بالنسبة للسادس أشو عندنا عندنا يستخرج الظروف وأصلها حسب وأصنفها حسب الجدول عندنا ضرف زمان وعندنا ضرف ما كان بالنسبة للضرف زمان كنجوب على السؤال متى يعني كعطينا الزمان وبالنسبة للضرف ما كان كنجوب على السؤال أين وكعطينا المكان استيقض الطفل صباحا متى استيقض الطفل إذن هذا زمان إذن عملوا صباحا واتجه نحو ماذا واتجه أين نحو إذن ضرف ما كان هو نحو نعم عمشو المجال الثالث ومشو الصرف والتحويل بيين نوع كل كلمة مستعملا اسم ولا فعل ولا حرف إذن بالنسبة للفعل يعني أنا درت شي حاجة الفعل يعني لأكسيون يعني فعل يعني قمت بشي حاجة ندرتها الحرف كيكون حرف جار حرف منادة يعني كيكون ضروري يعني ورا الحرف كيكون اسم يعني أي حاجة اسم فاعل اسم مفعول اسم آلة كلها اسم إذن يضغط فعل قمت بفعل الضغط على حرف أزرار اسم صغيرة اسم نعم إذن عمشو السؤال الثالث سؤال الثالث يقول أصل بخط بين الفعل وزمن وقعه من الفعل كيكون في الماضي وقع في الماضي أو الموضى لعدابه وللأ ما كتأمر شو حد يعمل شي حاجة جاء في الماضي نم كان أمرك أنك تنعس يعني أمر تكتب مضارع نعم إذن عمنا سؤال الثالث أنحول الفعل من الماضي المضارع لأمر وهنايا كان عندي المضارع أنحول الماضي والأمر إذن صنع يصنع يس نع أمر إصنع إصنع يعود الماضي عادة الأمر عد عد ديما الأمر يكون عندي السكون في الآخر إذن فعل أمر مبني على السكون إذن عمشي السؤال الرابع تحويل أنت ترجع إلى بيتك هي هي ترجع إلى بيتها إذن أنت ترجع إلى بيتك أنا أرجع إلى بيتي هو يرجع إلى بيته وهي ترجع إلى بيتها إذن عن كتب أرجع إلى بيتي أنا أنا أرجع إلى بيتي هو يرجع إلى بيته إلى بيته نعم إذن سلينا تحويل شو تحويل آخر نحن أكملنا عملنا أنتما تكملاني عملكما أنتما تكملاني عملكما شوف ما كيكون في المضارعة كنخلي المضارعة ما كيكون في الماضي كنخلي في الماضي إذن أنتما تكملاني عملكما أنتم ماذا أنتم تكملون عملكم أنتم تكملون عملكم هن يكمل عملهن هن يكمل عملهن إذن أنتم تكملون أنتم تكمل نعم إذن عن شو ده بس سؤال سادس وصنف الأفعال حسب الجدول إذن كنفعل أجوف مثال فعل مهموز فعل مضاعف إذن الفعل نوعا كنفعل معتل لأحد حروف حروف علة وهي و 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 فعل صحيح إذن كيكون في فعل مهموز اللي في ألف همزة فعل مضاعف اللي في شدة و كنفعل صحيح لما في تحاجة سالم إذن هنا نشوفو بالنسبة لفعل معتل كن أجوف ثاني حروف حروف علة و فعل مثال أول حروف حروف علة إذن عندنا ينالو ينالو شوف باش عرف هنا ترجع الماضي من ترجع الماضي يبالك ينالو نال إذن ينالو ينال إذن هنا فعل أجوف ممكن عمل نال وممكن خلي كما عطه إذن هنا عندنا بدأ في ألف همزة إذن فهو فعل مهموز يابيس يابيس في حرف اللولاني هو فعل مثال إذن حرف لول حرف علة إذن هو فعل مثال عندنا دقة فعل مضاعف في التضعيف في شدة إذن فهو فعل مضاعف عندنا قال ثاني حرف حرف علة فهو فعل أجوف إذن قال عندنا جرة يعني في شدة يعني فهو فعل مضاعف عندنا يأمر رجعها أمرا يعني فو فعل مهموز يعني يأمر وعندنا وصلت يعني حرف وصلة حرف له الحرف علة إذن فهو فعل مثال وصلت إذن هنا يا سلينا سؤال السادس يعني خسكم تميزهما بالفعل معتل والفعل كذلك اللي غير معتل يعني فعل صحيح وخسنا عرفوا الفرق بينتهم وكيفاش تميز بينتهم إذن عمشي السؤال الموالي سؤال الموالي املأ الجدول عندنا الاسم ممكن دخل عليه لا ممكن دخل عليه بي للتطور شوف ما كندخل لي عشنون كيوقع ديك الالف يعني اللولا ديال همزة الوصل كنحييدها شوفوا معايا عندنا هنا يا للتطور عندنا دخل هنا عشو لي بالحالة شكل للتطور لتطور سهلا للعلمي كنحييد ديك الالف اللولو كندخل للعلمي لللوحتي 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 لبقى سهلا لبقى ندخل بي بالتطور بالعلمي باللوحتي سهلا هنا يا بالعلمي عمشيو دابا السؤال اميز بين الشمسية والقمرية اذا سهلا باش نميز ما بين الشمسية والقمرية اذا سبع معايا النجوم ما كانت تقشي الراهية الشمسية النجوم من تقتاشي اذا هذه الشمسية الشمسية نشوف الماء انتقت اللام اذا هي القمرية القمرية الرسول اذا ما انتقتش اللام فهي الشمسية الشمسية المستشفى انتقت اللام اذا فهي القمرية بحل القمر اذا القمرية القمر وكنتق اللام والشمس ما كانتقش اللام يعني اسمين الشمسية والقمرية اذا سؤال الثالث اكمل بتاء مناسبة اذا نشوف هنا عندنا تاء مربوطة فيش كنكتبها كنكتبها في الاسماء المؤناتة وكذلك هنا بالنسبة لتاء مبسوطة كنكتبها في الافعال كامل كتكن تاء مبسوطة وفي الاسماء اللي كيكون قبلها سكون او سكون ميت فحال على هذا المثال بيت قبلها سكون اذا نكتبوها هنا بتاء مبسوطة مؤسسات جمع مؤنة سالين بتاء مبسوطة رسمت فعل اذا بتاء مبسوطة مدرسة اسم مؤنة بتاء مربوطة اكتب الحمزة المناسبة مكان النقاط بالنسبة لحمزة هادو كامل في اللخر اذا فهي حمزة متطرفة القاعدة ديالها سهلة كنشوف الحركة اللي قبل منها كانت سكون تكتب فوق السطر كانت يعني قبلها فتحة تكتب فوق الالف كانت قبلها ضمة تكتب فوق الواو وكانت قبلها ياء تكتب فوق اليا اذا ديفون كانت قبلها كسرة تكتب فوق اليا عندنا ديفون قبلها سكون نكتبوها فوق السطر ديفون بدأ قبلها فسحة سنكتبوها فوق الالف وضع هنا قبلها ضمة سنكتبوها فوق الواو هنا يهنيء قبلها كسرة سنكتبوها فوق اليا سهلا قاعدة إذا نعم شو دبا التعبير كتابي أرتب الكلمات للحصول على جملة مفيدة سهلا للإنسان وفيا صار صديق الحاسوب صار الحاسوب صديقا وفيا للإنسان إذا نكتبها صار الحاسوب صديقا كيف هو وفيا صديقا وفيا للإنسان للإنسان نعم إذا نعم شو سجملة تانية الإنسان كي ينتفع به وهب الله العقل وهب الله العقل وهب الله الإنسان العقل كي ينتفع به إذا وهب الله الإنسان العقل كي ينتفع به الإنسان العقل كي ينتفع به هنا رطبنا وحصلنا على جمل مفيدة إذن هذا بالنسبة الجزء الأول من التعبير الكتابي نمشو الجزء الثاني إذن بالنسبة الجزء الثاني يقول ذهبت عند صديقك يعرف وجهته ممدداً على سريره وعليه دماظه إذن هنا سولتي موق قاتلك حيث يقلس بزاف الحاسوب علش يعني كتتحرق عينه إذن هنا قد اكتب نصف أربع جمل أو أربع أسطر كتذكر فيه فوائد الألعاب الإلكترونية وأضرارها وقدم لصديقك نصيحة حول استعمال الحاسوب إذن عن كثبه مثلاً الألعاب الإلكترونية يعني لها دور مهم من أجل تسلية والمتعة ولكن يجب أن لا نفرط في استعمال الحاسوب أو الهاسف لأنه عنده يعني له أضرار كثيرة وسلبيات كثيرة على الصحة منها يعني صحة يعني الضرر بالعين الضهر كذلك صحة نفسية وبالنسبة لهذه الأضرار خاصنا يعني بالنسبة لهذه الأضرار يعني نقول له مثلاً في الأخر يجب أن نستعمل الحاسوب يعني بإيجابيته ونتركه سلبياته يعني كتعبير بسيطة ونتمنى نكون في سكم باتتصحي شكراً وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر